موسيقى رابع مراحل طوف المغرب للدراجات يجمعنا وإياكم مشاهدين الكرام من هنا من مدينة الناظور حيث انتهت هذه المرحلة التي ربطت بين الحسيمة ومدينة الناظور على مسافة 128 كم المرحلة التي افز بها الإيطالي جانديك ستيفانو حسب طبعة الحال حسب التحكيم الذي رفق طيلة مراحل هذه الدورة بطبعة الحال الإيطالي قطع المسافة في ساعتين وستة وخمسين دقيقة واثنتين وعشرين ثانية اشتركوا في القناة كان خط انطلاق مدينة الحسيمة شهد عصر على مرحلة رابعة صنفت في خانة السهل الممتنعة وإن كان الفاعلون التقنيون في المتخب الوطني قد توسموا خيرا لتألق الدراجة الوطنية وإهداء الجمهور المغربي أول لقب نحن البرنامج جديدنا هو على أنه لازم يكون جديد المغربة في أول هربة ان شاء الله قصد تكون باش ان شاء الله يقدروا المتسابقين اللي متقدمين في الترتيب يكونوا يبقوا مرتاحين حتى الاخر السباب المرحلة اليوم ما فيها شي صعوبة كثيرة أكثر من خافوا على النائلة إلى وجهتنا رياح جانبية هي اللي ممكن تخرق لنا بعد المشاكل ولكن الحمد لله للمنتخب المغربي على استعداد لجميع الإشكاليات طوض الراجل الأميرة الصغيرة المسافات وتبينت المطبات بين منحدارات ومنعرجاته إضافة إلى رياح جانبية شكلت غير ما مرى عائقا وحالت دون تسجيل عملية انسلال عدة حتى استطاعت كوكبة صغيرة مكونة من 12 دراجا بينهم الواعد عبد الراحم الزاهري الانسلال وحرق المراحل أملا في توسيع الفرق الزمني لكن الأمطار الأخيرة شهدت تجزء هدية الكوكبة من خلال ثلاث دراجين ليتسم خط النهاية في مدينة الناظر للإطال استيفانو غاندينغ قاطعا المسافة في ساعتين و56 دقيقة و22 ثانية فيما المجهود الكبير للزاهري أهله لأن يكون أول مغربي في المقدمة مرحلة اليوم كانت نسبيا أقل صعوبة من مرحلتي الأمس بغض النظر إلى الرياح التي شكلت عائقا لنا طيلة مسافة سباق لكن مع دخولي الأول لا يمكن أن أكون إلا سعيدا بهذه النتيجة الحمد لله أني كنت صعيبة اليوم لحقاش أني كانوا يزلطاك في الساعة الأولى فتقريبا في 30 كيلومتر الأولى وستطعت أني نمشي معه معي شابي وكذلك كان جوج دراجين في الكلاس موجينيغال كانوا أقرب هذا اللي يخسر لنا الرولاش في الأخير ما كانوش كيروليهم معنا يعني ما كانوش كيتعاونوا معنا وفي الآخر والحمد لله أنه بعد ديس جي بي هم ليهم وفي الآخر كمشو كانوا يزلطاك عبتاني وليكاغ لكاغ بين بلوتون ما بقاوش لتلفظ محطة الحسيم الناظور آخر أنفاسها وفق طقوس وأعرافة باتت لا غنى عنها وتتمثله في توزيع الجوائز والأقمسة انسجاما مع مبدأي لكل مشاهد نصيبة وقد ترك سدا عميقا لدى ساكنة إقليم الناظور لأن قد توافق جل ربوع إقليم الناظور من إقليم دريوش إلى إقليم الناظور وقد حج إليه جميع الفئات الاجتماعية وقد حضروا هذا العرس الكبير والمتمثل في توزيع الجوائز على المتسابقين بحضور كافة شرائح المجتمع بإقليم الناظور نساء ونجال تدفير طوف المغرب للدراجات وفق الحكام المنشودة التي أهلته للتموقع بشكل عربي وإفريقي يأس انسجاما مع صيتها الدائع إذ يعتبر من أنجع الطوافات على مستوى التحكيم الذي يصهر عليه نخبة من الحكام المغاربة بمعية خبير عالمي في الميدان عينت من طرف الاتحاد الدولي للدراجات للإشراف تحكيميا على طوف المغرب للدراجات بحول العديد من الزملاء الجيدين نصر معا لإخراج هذا الطواف إلى بر الأمان وإعطاء لكل انذي حق حقه الكفاءة المغربية حاضرة أيضا بثقلها وخبرتها في تسويق طواف المغرب والبث في جميع النزاعات أو تجاوزاته التي تستلزم الفصلة والجزم فيها أول حاجة نبدأ بها هو هذه التأكد من حضور اللاعبين يعني بعد ما تخلص المرحلة اليوم الثاني فلا نتأكد من وجود اللاعبين كاملين لأنه ممكن واحد يمرض بالليل أو يحصل له أي سوء فلهذا تنعملوا هذه القائمة هذه بشأن تأكدوا من حضور اللاعبين أنه موجودين فمثلا إذا كان اللاعب مصاب أو مرض فتنشروا عليه يعني باللغات تقنية تحكي في الدراجة تنسمي ونبغتا تنكون إحنا متاح دين مع بعضياتنا مع الشافجيري ومع الراديوتور كنا نعملوا من أجل إنجاح هذا الطواف وكل حد من قسم هذا العمل إلى نخات كالحاكم تيكون في المقدمة والحاكم الانبعد والثاني والثالث والرابع والخامس فتيكون واحد الاتصار بينتنا على أساس تم السباق على أحسن ما يرام لأن بعد المتسابقين على أساس باش معملوا واحد للغش أو الخيانة أو من هذا القبيل فنكون لهم بالمرصد نصلحوا الأخطاء التي عملوهما ونكونوا إن شاء الله في حسن ظن الجميع باش نوصلوا هذا الطواف إن شاء الله إلى مدينة الدار بضاء بسلام إن شاء الله رحمه رحمه هكذا يسير ثورة المغرب اللامادي وهكذا تدبر أموره وتفض جميع إشكاليته وفق حكامة ونجاع مميزين أهله لأن يكون دائما في الرياضة الإيطالي إذن هذه المرة كانت له الكلمة في الوصول أولا في المرحلة الرابعة كما التي ربطت بين مدينتي الحسيمة والنظورة المشالكة المغربية بطبع الحال كانت حاضرة عن من خلال الدراج عبد الرحيم الزاهري الذي تألق بالأمس ويتألق اليوم إذن معي كالعادة مصطفى النجاري المدير التقنية للطواف مصطفى النجاري اليوم هذه المرحلة الرابعة يفوز بها بطل آخر دراج آخر من جنسية إيطالية فعلا المرحلة اليوم المرحلة الرابعة الفاصلة بين مدينة الحسيمة والمدينة النظور لم تكن صعبة نظرة لعدم وجود مرتفعات عدم وجود منحضارات إلا بعد رياح الجانبية التي كانت بجانب بحر الأبيض المتوسط شيء الذي ترك الكوكب كلها تدخل المجتمع كان هناك هروب منذ البداية من طرف 12 منتصابق من بينهم جوش المغاربة وهو الزاهري عبد الرحيم وصباحي الحسن كان من الممكن أن يوصلوا هذا الهاربين لأنه مصلوح 3-3 دقائق يوصلوا لخط النهاية ولكن في آخر مرحلة تحركت الكوكباب بوحد سرعة جهنمية شيء الذي خلال الكوكباب تصل على المتصابق الهاربين في آخر كيلومتر وتمكن الإيطالي بشيفوز بهذه المرحلة لكن العموم التوقيت باقية كما هو عليه الحال الأقمسة لازلت عند أصحابها ولم يكن هناك أي تغيير في الترتيب العام لكل الأقمسة مصطفى النجاري عند دخول الدراجين ما شاهدنا شنسلالات فردية شاهدنا يمكن الفائزة لإيطالي بطابعة الحالة داخلها أولاً لكن الكوكب الكوكب ظلت مشامعة فيما بينها فعلاً لأن القميص الأصفر كان عند البلجيكي المنتمي إلى الفريق الجزائري كل الفريق الجزائري كان في المقدمة يعني مراقب السباق لم يترك كثير من الوقت الهاربين باش يوصلوا لخط النهاية وحتى توقيت مريح الشيء اللي خلاهم يوصلوا اليوم في آخر المرحلة يعني الإيطالي اليوم كان عنده حد أنه قوي في سرعة وفز بمرحلة لكن كان المفروض أن يفوز بمرحلة أحد الأثنين المغربة اللي كانوا في الأمام إما الزاهري أو صباحي الحسن ولكن هذا هو السباق المشاركة المغربية مصطفى النجاري في تقدم الآن المتخب الوطني حسب الفرق يحصل المركز الخامس الزاهري دخل أولاً كما فعل بالأمس فعلاً الزاهري يعني متسابق متميز متسابق محترف بأوروبا الشيء لخل الله يكون دائماً ضمن الأوائل في كل المراحل مع الأسف البارح كان صباحي الحسن بإمكانه أن يكون مع الأصدقاء دياله اللي هو الزاهري والشكري وكنا نتقدمه في الترتيب سواء الفردي أو الجماعي بالفراق وكنا نكونوا ضمن ثلاثة الأوائل ولكن صباحي البارح كان عنده أعطاب شيئاً ما الشيء اللي خلا جوج ديال المغاربة كانوا في المقدمة اللي هو شكري المهدي والزاهري والحمد لله الآن الفريق المغربي يحتل المرتبة الخامسة في الترتيب العام الشيء اللي خلا يعني ما زال إن شاء الله ينتمنى أنه يزيد في الترتيب باش يكون ضمن ثلاثة الأوائل إن شاء الله في مدينة دالبيلا مصطفى نشاري بطبعة الحالة في الغد مرحلة جديدة مرحلة خامسة يمكن تقدر تكون مسافتها يمكن طويلة طويلة طبعة الحال لكن قد تكون الأسهل منذ بداية فعلاً مرحلة الغد بين الناظر ووجده بين الناظر ووجده مروراً ببركان نعم ستكون المسافة في حدود مية وستين كيلومتر الشيء اللي غادي خلي المتسابقين كيدخلهم شوية العياء لأن مرحلة الأمس كانت يعني جد صعبة بالنسبة المتسابقين نعم مرحلة اليوم كانت يعني عبارة عن مرحلة فك الأرجل من العياء ديال البارح فغداً إن شاء الله غادي تكون مرحلة قوية شيئاً ما بسبب الرياح الجانبية بجانب البحر المتوسط نعم بعد ذلك ندخل المدينة ببركان وعند وصولنا مدينة وجده نعم غادي تكون كذلك أنا أظن غادي تكون سرعاً إياهي الفاصل في الفوز بالمرحلة حتى أختم معك في فقرة تحليل مدى تنتظر من المشاركة المغربية بعد مرور أربع مرحل وتنتظر المرحلة الخامسة أظن بأن مرحلة الغد ستكون كوكبة مجتمعة إلى خط النهاية نعم يمكن يكون بعض هروم بعض المتسابقين لكن في الأخير ستكون الكوكبة مجتمعة في خط الوصول لكن أنا أظن بأن المرحلة الفاصلة ما بين مكناس ما بين فاس ومكناس عبر إموزار إفران آزرو الحجب هي التي تكون كذلك مرحلة صعبة بنسبة الجميع المتسابقين وأظن بأن المغاربة يعرفوا هذه المرحلة جيدا وهناك إن شاء الله سيعملون لنا نتيجة حسنة إن شاء الله مصطفى أنجاري شكرا لك ونلتقي غدا بحول الله بعد نهاية المرحلة الخامسة الربطة بين مدينتي الناظور ووجده شكرا مصطفى أنجاري مشاهدنا الكرام نختم بالنتائج الكاملة من خلال هذه المعطيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر